وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القدس المحتلة راسم عبيدات الكاتب والباحث السياسي أهلا بحضرتك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية بداية أستاذ راسم يعني كيف ترى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على الوضع الحالي في رفح وقطع غزة ما هو التأثير؟ نعم تصريحات وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين وهي جاءت أيضا تأكيد لتصريحات الرئيس الأمريكي بايدن في هذا الاتجاه والذي يطالب إسرائيل تقديم خطة واضحة وحول العملية البطلية المنوية تنفيذها في رفح وبالتالي هذه الخطة تطالب إسرائيل بعمليا تجنب عمليات قتل واسعة بحق المدنيين والقيام بعملية إجلاء للمدنيين وتوفير الأمان لهؤلاء المدنيين ولكن حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تقدم مثل هذه الخطة أو مثل هذا التصور واضحة لناتنياهو ومعه أيضا الفاشية اليهودية بينجبيت واسموتريتش بالإضافة إلى جلنت وأحد تغانت مصرين على تنفيذ العملية البرية في مدينة رفح والإدارة الأمريكية هي أيضا تقف إلى الجانب العملية وشريك في العملية البرية على مدينة رفح ولكنها تريد في هذه القضية أن لا يكون هناك اشتياح شامل لرفح التي يتوجد فيها مليون ونصف مليون شخص وبالتالي سيكون هناك عدد كبير من الضحايا من المدنيين ولذلك يتطالب بإسرائيل بأن تكون هذه الخطة واضحة ولكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تتلك في تقديم مثل هذه الخطة ونتنياهو يطالب قيادة الجيش بإعداد للعملية البرية ولكن هذه العملية البرية قد لا تحدث في شهر رمضان المبارك وقد ينتظرون انتهاء شهر رمضان المبارك ومن ثم تكون هناك عملية برية في قضاءة في مدينة رفح لكن أستاذ راسم برأيك ما هي تداعيات هذه العملية العسكرية المخطط لها على النازحين في غزة وكيف يمكن حمايتهم نعم هذه سيكون لها تأثيرات كبيرة على النازحين في مدينة رفح ولكن أعتقد بأن تأخير عملية الاجتياح لمدينة رفح ويعتزاما ما تقوم به الولايات المتحدة الأمنيكية من إقامة ما يسمى بالرصيف البحري أو الميناء المؤقت والذي قد يفتح ممرات من أجل القيام بعمليات إجلاء وتهجيد الفلسطينيين باتجاه البحر لغنكا ومن ثم إلى الدول الأوروبية ولذلك هذا الميناء الذي يراد له أن يقطع العلاقات يقطع العلاقات البرية وحتى السياسية ما بين مصر وما بين قطاع غزة ومصر كان لها دور أساسي في قطاع غزة سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد العلاقات ما بين مصر وقطاع غزة ولذلك أنا أعتقد جزما بأن هذا الرصيف البحري ليس المحرك الأساسي له تقديم المساعدات الإنسانية الدوائية والغذائية لسكان قطاع غزة في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ فيه ثلاث برات وتتابع في مجلس الأمن الدولي لمنعه في إطلاق النار وبالتالي لدواء إنسانية إدخال المساعدات وزيادته لقطاع غزة بالإطافة أنها حتى بياد رئاسي صادر عن فجلس الأمن الدولي هي قدمته الجسائل وقفت ضد هذا البياد والذي يحب إسرائيل المساعدة منصرة الطحين التي جرت على دور الأمن بالسي والتي أودت بحياة أكثر من ألف مواطن فلسطيني بين شهيد المجلي طيب لكن من وجهة نظر حضرتك كيف يمكن للاتحاد الأوروبي استخدام أدواته للضغط على إسرائيل لوقف الحرب فورا؟ سيدة الموقف الأوروبي هو التابع ومتدين للموقف الأمريكي وأوروبا في سياسة الخارجية ليس لها سياسة مستقلة في هذا الاتجاه وشهدنا هذه الترجمات العملية للدول الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة عندما قدمت إسرائيل معلومات عن مجموعة من العاملين في وكالة الغوث واللاجين وقالت أنهم شاركوا في معركة 7 أكتوبر ولم تقدم أي أدلة وإثباتات في هذا الاتجاه أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تمويل وكالة الغوث واللاجين ومباشرة للدول الأوروبية التي تبعت الموقف الأمريكي في هذا الاتجاه ووقفت تمويل هذه وكالة الغوث واللاجئين وبالتالي الموقف الأمريكي هو الموقف الحاسم في هذا الاتجاه وليس الموقف الأوروبي نحن ندرك تماما أن أوروبا لا تتمتع باستقلالية في سياستها الخارجية ولذلك أنا شخصياً لا أعود على مواقف دول الاتحاد الأوروبي كثيراً في هذا الاتجاه نعم أنا أشكرك ومشروع الحرب على شعبنا كنت معنا من القدس المحتلاء الأساد راسم عبيدات الكاتب والباحثاء السياسي شكراً كسي